دكتور أنا عرفت أن أنا عندي مية بيضة هو أنا ممكن إزاي أعالج المية البيضة دي من غير جراح ده سؤال شهير ممكن أتسئله في العيادة لكن للأسف هو ما فيش علاج للمية البيضة مجرد ما حصلت بدون جراح صحيح أن في دراسات قالت أن أنا ممكن أستخدم حاجة زي النظارة الشمسية بتقلل نسبة تعرضي للأشعة فوق البنفسجية وده اللي بيخلي أن المية البيضة أو تطور المية البيضة ممكن ما يحصلش أو تقلل نسبة حدوث المية البيضة لكن مجرد ما المية البيضة حصلت هو للأسف إحنا ما نقدرش نشيل المية البيضة دي غير عن طريق حاجة زي الموجات فوق الصوتية أو عن طريق الفيمتو ليزر أو الفيمتو ساكنت ليزر لكن وجود أطارات معينة أو أن أنا سمعت عن أطارات معينة ممكن أستخدمها تدوي بالمية البيضة أو تخلي المية البيضة تتعالج لأ طب هو أنا ممكن لو المية البيضة لسه في البدايات ممكن ما تتطورش آه ممكن ما تتطورش المية البيضة ممكن تقف عند حد معين عشان كده انت لو في لسه في بداية المية البيضة ومش مأثرة على نظرك ممكن جدا تلاقي الدكتور بينصحك انك تتبع بعد ثلاثة او ستة شهور او يقولك الاعراض اللي ممكن تحصل زي التشوش في الرؤية او الشبورة او الضباب يقولك الاعراض دي لو حسيت دي او حسيت انها معيقة ليك في شغلك او معيقة ليك في عملك او سوقتك تلجأ لي لكن مش شرط ان في بدايات مية البيضة معناها ان المية البيضة دي ممكن تتطور او ان المية البيضة دي هيحصل تطور سريع دي لكن المهم والحقيقة الواقعة ان مافيش قطرة مجرد ما المية البيضة حصلت مافيش حاجة اسمها قطرة ممكن تدوى بالماية البيضة ماية البيضة لو عايزين نشيلها بنشيلها يا اما بالموجات فوق الصوتية يا اما عن طريق استخدام الفيمتو ساكم تيسر المترجم للقناة